اهلا وسهلا بكم و اهلا بالضيوف الكرام بدر العامر و عبدالله العتيبي و خالد السليمان و سالم اليامي الى موضوعنا التالي انطلقت المحادثات اليمنية في السول واستحالة من الترقب الاممي والدولي في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات على امل ان يصل المجتمعون من الحكومة الشرعية و ميليشي الحوثي الى نقاط اتفاق تضمن خروج اليمن من الازمة التي يعيشها وجاء اعلان المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث عن التوصل الى اتفاق لتبادل الاسرى في اليمن في الجلسة الاقتتاحية للمحادثات كبارقة امل بوجود ارضية يمكن الانطلاق منها نحو افاق ارحب من التقارب فيما يرى المراقبون ان هناك نقاط خلاف واسعة بين الطرفين ها استاذ خالد يعني اخيرا وبعد تعنت جلس الطرفان على طاولة التفاوض هل تعتقد ان هناك رغبة حوثية في السلام او انها مجرد مناورة انا لا اثق بالحوثي انه يريد السلام لانه ايضا هو لا يمثل مشروع داخلي هو جزء من مشروع ايراني في اليمن وبالتالي اقليمي وبالتالي فهو الحقيقة اشك في انه فعلا يبحث عن السلام الداخلي الا من خلال فرض معادلة يكون فيها هو الطرف الاقوى او صاحب تأثير اقوى كحزب الله في لبنان الملاحظ الحقيقة في قضية اليمن انه في كل مرة يعني يضيق الخناق على الحوثي تدخل بعض الدول الكبرى وخاصة بريطانيا ودول غربية للحقيقة انقاذ الحوثي وهذا حصل في كل مرة كان فيها جبهة الخاصة في الحديدة كانت تميل لكفة فيها الى تقدم القوى الوطنية او الجيش اليمني والحكومة الشرعية وقوة التحالف المحادثات اللي الان تحصل في اليمن هي تحت الضغط الضغط الدولي على الجميع سواء على دول التحالف او على الحوثيون ولكن هل ستنجح انا رأيي شخصي وهذا رأيي شخصي اتمنى اكون مخطئ لا اظن انها ستؤدي الي نتيجة سواء انها تعطي الحوثي فرصة لاتقاط الانفاس واستعادة بعض قدراته على عبدالله انت متشان مثل خالد او ندور ان شاء الله يعني نقطة ضوف في النفق والله اعتقد ان الحوثي الان بدأ يدخل شيئا فشيئا الى الشرعية الدولية من خلال هالاجتماعات وهال يعني المؤتمرات اللي تعقد بين فترة واخرى يعني في البدء كان الحوثي جماعة متمردة جماعة كان عصابة في البدء خرج قرار مهم من المتعدة بتجريم هذه العصابة كأي عصابة اخرى ثم بعد ذلك اصبحت الامم المتحدة وبعض الدول العظمى تبحث على ان تجلس الحكومة الشرعية مع هذه العصابة على طاولة واحدة ثم اختفى مسمى عصابة من هذه الجماعة واصبح مسمى طرفين مختلفين فاصبحت القضية اليمنية الان برعاية يعني اممية على اساس انهما يعني فصلان مختلفان فصلان يمنيان مختلفان وهذه ليست الحقيقة يعني اعتقد الحوثي بدأوا يعني عرفوا هذه المسألة يعني دخلوا الى هذه المسألة بحثوا عن الشرعية من خلال هذه الاجتماعات في جليف ولا في الكويت طيب ايش المطلوب يعني انا اعتقد انه صوت تحدثنا عن هذا الامر كثيرا صوت الحكومة اليمنية يجب ان يكون اعلى يعني صوت الحكومة اليمنية ما زال اقل من المطلوب هل صوت يكفي ولا الواقع على الارض الواقع على الارض انت الان مرتبط بيعني قرارات اممية طيب ايه لكن صوت الحكومة اليمنية غير مسموع نهائيا يعني احنا نحن دائما نسمع فقط الحوثي ونسمع في التحالف دول التحالف يعني في المنتديات العالمية وسائل الاعلام العالمية لا تسمع الا الحوثي ودول التحالف او قوات التحالف العربي لا تسمع الحكومة الشرعية يعني قليل انك تسمع حكومة شرعية فبالتالي هذا ما اعطى الحوثي مع الوقت يعني شرعية سواء في الإعلام العالمي أو في المنتجات الدولية أنا أعتقد أن هذا الأمر يمكن حسمه مثل ما ذكرنا كثيرا بمسألة عسكرية لكن أنا أعتقد وأؤكد على كلام الأخ خالد أن مثل هذه اللقاءات تفقهم في البدء على عملية تبادل الأسرة ربما هذه مسألة مشجعة في البداية لكن هذه أيضا تعطي أيضا شرعنا جديدة للحوثي كذلك أنه يعني يستلم أسراء ويبادل بهم أسراء آخرين فأنا الحقيقة لست متفائلا أبدا أنا يجب علي أن أكون أكثر تفاول من الزميلين لعنصرين رئيسين العنصر الأول أنه أصبح هناك جلوس على الطاولة هذه النقطة الأولى والنقطة التي ذكرها الأساد عبدالله وهي تبادل الأسرة هي مهمة وكان هناك إشراف للمنظمات الدولية عليها النقطة الثانية كان هناك أصوات إيرانية تحدثت عن دعمها للسلام في اليمن بمعنى أن الشريك اللعب الكفيل كفيل حلو حلو كفيل الحوثي نعم للحوثي بدأ يقدم يعني إشارات بأنه ينوب عن الحوثي وهذا ما كاننا نقوله جميعا في الفترة الماضية الشيء الأهم في تقديري اليوم في الحقيقة هو أن الشرعية بدأت كما قال أخي عبدالله بدأت تظهر بصورة أقوى مما كانت عليه في المراحل الماضي وهذا مشجع اليوم بدأنا نتلمس ثلاثة أطراف أو أربعة أطراف رئيسية هناك المجتمع الدولي هناك التحالف هناك الشرعية وهناك الطرف الحوثي الطرف الحوثي يجب أن يكون سيكون هو في المستقبل في أي مصالحات قادمة سيكون طرف وسيكون له رأي رأيه ليس خالصا دائما يمنيا إنما هو متلون باللون الإقليمي وأنا أشير هنا إلى إيران هذه الأمور تجعلنا نتقدم إلى الأمام خطوة تبعدنا عن حرب الأربع سنوات الماضية ضح إيش رأيك يا شيخ بدر يعني هناك من يرى أنه تبادل اتفاق تبادل الأسرة مثلا يعني بارقة أمل نحو مزيد يعني من الحلول لكن مثلا الكلام خالد عبد الله على حكس هذا التحالف أو الحكومة الشرعية اليمنية هي حريصة حقيقة على أنها الوضع بدون حرب عسكرية يعني كل إنسان يتابع وضع اليمن هو يدرك بما لا يدعى المجال للشك أن الحرب العسكرية مكلفة جدا وخاصة أن الحوثي داخل صنعاء مثلا التي تعتبر هي البؤرة أو صعدة أو الحديدة ممكن يتحول مباشرة إلى حرب عصابات حرب عصابات معروفة أنها تترس بالمدنيين ثم فيه حقيقة تحالف كبير من المنظمات الحقوقية وتفتيح حيون كبير في وضع اليمن بحيث أنه مزايدة على السعودية ومزايدة على دول التحالف في قضية حقوق الإنسان وما إلى ذلك ولذلك الحل العسكري هو حل مكلف وحل خطير وحل حقيقة لا يثمنه أحد حتى لليمن إلا في حالة ضرورة القصوى أصلا دول التحالف تدخل اليمن إلا بحالة اضطرار ليس تحالة اختيار أنا أعتقد أنه كما أشارت حتى الدول التحالف الشرعية اليمنية أنه في حالة لم يتوصل الاتفاق في سويد فإن الآن عن مطار حديدة تقريبا أربعة كيلو وجود القوات الشرعية والتحالف فهذا يعني أنه سيكون هناك حسم داخل الحديدة عسكريا وظهور تسليم المطار إلى الشرعية والأمم المتحدة أنا أعتقد أن الوضع اليمني هو وضع مرتبط ارتفاطا وثيقا بالوضع في إيران ولذلك مسار المملكة العربية السعودية في السنة الماضية والتي قبلها في تركيز الضغط على إيران ومحاصرتها اقتصاديا هو لإضعاف أمدادها لكل عملائها في المنطقة بما فيها الحوثي ولذلك إيران الآن بدأت تدرك أنه ممكن أن الوضع ينفلت من يدها هي حاولت أن تدخل في التفاوضات في السويد لكنها منعت وكانت تريد أن تمسك إطار التفاوض بما يحقق مصلحتها داخل اليمن الإشكالية في اليمن أنها ليست معزولة عن الصراع العالمي وموازين القوى باعتبار أن اليمن هي مكان استراتيجي في العالم كل القوى سواء بريطانيا أمريكا روسيا فرنسا وغيرها كلها تنظر إلى اليمن على أنه مكان تحقق فيه مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ولذلك محاولة إعاقة الضرب على قضية إعاقة الحراك العسكري داخل اليمن هذا حتى تستطيعها كذلك أن تدخل فتأخذ تحقق مصالحها من خلال ذلك بريطانيا إلى درجة بعض التقارير قالت أن أحيانا بعض الأسلحات تسهل إدخالها داخل اليمن فالوضع في اليمن ليس وضعا بسيطا هو وضع معقد سواء في الجانب الإقليمي في الجانب الدولي في الموقع الجغرافي في تشكل اليمن الداخلي من خلال البعد القبلي الصراعات التاريخية الصراع بين الإمامية وخصومها وغير ذلك الصراع بين حلفاء المملكة العربية السعودية وأعدائها الوضع في قضية اليمن في الشمال والجنوب هذه كلها إشكاليات معقدة أنا أعتقد أن هذا كله يقول بأن الوقت الذي مضى في حرب اليمن هو وقت مقبول جدا في مثل هذا الصراع وأن الآن الوضع التحالف والشرع اليمنية أقوى بكثير من السنة الماضية وأن وضع الحوثي الآن أضعف بكثير وخاصة بعد حصار إيران وإبطال مشروعها داخل اليمن فأنا أعتقد أنه سيتوجه الناس لا شك إلى الحرب العسكرية لأن الحوثيين يعرفون أن التسليم في التفاوضات على الطاولة يعني إنهاء المشروع الحوثي داخل اليمن فهم في خيار صعب جدا وكذلك التحالف والشرعية هي كذلك في خيار صعب جدا أنا أتوقع أن مثل اللقاء هذا لن يثبر عن شيء كبير وسيتوجه الناس إلى الحسم العسكرية قلنا نرى أستاذ خارد ياشر أنا تعليقك يا بس بالنسبة للأخوية عبد الله أنا أتفق مع أن صوت الحكومة اليمنية ضعيف جدا وأضرب فيه مثل وهو غياب الصوت الشرعية اليمنية في توضيح حجم المساعدات والعمل الإنساني الذي يقوم به مركز الأميرس الملك سلمان الإنساني في اليمن جميع ما يعلن عن أعمال هذا المركز تقوم بها الحكومة السعودية ويقوم بها المتحدث رسمي باسم التحالف للأسف لا تقوم الحكومة اليمنية أو الشرعية اليمنية من جانبها بإلقاء الضوء الكافي على هذه الأعمال الإنسانية العظيمة التي لو لا الله ثم هذه الأعمال التي قوم بها والمساعدات تقدمها كانت فعلا الحياة تكون بائسة في جميع المناطق اليمنية سواء المحاربة أو الحوطية لأن المركز الحقيقي يقدم مساعداتها لكل مناطق اليمني نقطة ثانية التي تكلم بها أخي بدر الحوثي لو لا الضغط العسكري والهزام العسكرية لما قبل بالجلوس على طاولة المفاوضات هذه تجربتنا معه في هذه الأحداث أنا بسيطة فقط الوزير اليمني المفترض يكون حاضر في الصورة في هذه الفترة هو وزير خارجية لأن اليمن بحاجة إلى حش دبلوماسي كبير يعني يجب أن يزور دول كثيرة لتغيير بعض مواقفها لكن للأسف لا ترى الوزير حتى بعضنا لا يعرف اسم الوزير الخارجية اليمني يعني الكثير لا يعرف اسم الوزير الخارجية اليمني مع أنه يجب أن يكون هو البطل هو بطل هو الممرضي بس من دوبهم الظاهر في الأمم الكحدة هو خالد يمني هو الوزير لكن لا أحد يفرض أن الوزير هذا في عواصم الدول المهمة دائما صحيح صحيح فأصدت من أود إليكم